أنا عايز أقرى جزء من الكتاب اللي هو وراء الكتاب مبدئياً اسمه أنين الصمت وهو عنوان شديد البلاغة ده غير إنه الصخب المستمر في داخلي أيضاً كانت جملة شديدة البلاغة بس أنا هقراركم بصورة عايشة لابس النظرة بتاعت بالمناسبة دكتور فادي يا لما شافتني قالتلي أنا عندي كم سالة قالتلي أنا أستاذة جلدية فأنا أقول لك قالتلي أيوة 48 يعني هل رحبت بقرى البشرة أستاذ يوسف شغلتنا أنا بتاعت البشرة حكايتي باختصار كانت قرار قرار اتخذته وأنا طفلة صغيرة وحلم صممت على تحقيقه مهما كانت الصعوبات والتحديات وأن أقهر المستحيل فالمستحيل كلمة لا توجد إلا في قاموس الضعفاء والمتخاذلين وكل إنسان منكم قادر على أن يحقق حلمه وأن يصل إلى هدفه وأن يكون ما يريد وأن يصنع معجزته الخاصة بنفسه وأن يصبح بطلا نفس أكمل بس أنا مش عايزة أضيع الوقت بتاع دكتور فادية أنا حابة بس أقول أني بعد 20 سنة من تخرجي وبعد 33 سنة من الصمم وبإلحاح من بنتي الكبرى وهي عروسة كبيرة أقنعتني أن أنا أعمل عملية زر كوقع وما كنتش متحمسة بيها ما كنتش متحمسة كنتش شايفة نفسي متأقلمة ومش محتاجة حاجة وسعيدة في حياتي ونجحة في عملي وفي أسرتي وأولادي وكده أقنعتني والأول مرة في حياتي أستاذ يوسف ما سمعتش كلمة ماما من أولادي وقال لو هم شباب كبار كان لازم يبقى قدامي عشان أقرأ حركة شفايفهم والأول مرة في حياتي أرد على كلمة ماما وهم بعاد عن عيني من غير ما يكونوا قدامي يعني طبعا كانت استعادة للحياة بمعنى الكلمة مش مجرد استعادة للسمع وبنت الكبرى برضو جهاد وهي حاليا في أمريكا تكرمت من الأمم المتحدة وتكرمت من جماعات أمريكية عزيزة وتكرمت من مؤسسة EF Education for Employment كان موزج لفتاة مصرية من العلامة الثالثة تتاعت بالتعليم أنها توصل لأعلى المناصب كانت رئيسة كسمة في بانك CIP ورئيسة كسمة في بانك الأمارات الوطني هي نفسها أقنعتني أن أنا أخرج بقصتي للعالم وهي اللي أقنعتني أن أنا أكتب قصتي بعد التردد لكن فعلا أعدت فترة طويلة جدا أكتب إيه وأسيب إيه الحكاية طويلة ومتفرعة فكانت الأحداث الأخيرة في الجامعات يا أستاذ يوسف والأحداث المؤصفة ونيرا ومحمد عادل كانت تدافع حسيت بالمسئولية يعني حسيت أني أنا لازم أقوم بدور لإني كنت أعرف تأثيري مع المجتمع اللي هو حوالي يعني أنا حاليا الحمد لله سفيرة متشفى بهية وسفيرة حملة مانيح الأمل العالمية وبحضر في انتات كتيرة جدا وبتكلم كتير جدا مع الناس يعني الحمد لله بحس أن زي ما واحدة قالت يعني على الحالة إحنا زي عمدوكم في الجلدية بيبقى حالنا بيفور عند أفضر بيفور ما نسمع دكتورة فاجة وأفضر فسعيدة جدا يعني الحمد لله وحسة بالمسئولية أني أني أوصل صوتي أني أغير حياة الناس أني يكون مشوارهم أقل ما شقه من مشواري وإنجازهم بإذن الله أفضل من إنجازي